اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان بتمنى انه افرحت بعيد الميلاد الجديد واكيد في تساؤلات كتير عم بتدور في اذهانكم ولسيما وصلنا في نهاية هذا العام وكتير من الناس اللي اكيد يعني عندها مفترق طرق بقرارات كتير ولسيما بعد اللي صار في هذه السنة احنا منصلي انه هاي السنة تنتهي على خير وسنة الـ 2021 تكون سنة مباركة مثمرة في حياتك مكللة بالنجاح مزينة بحضور الرب يسوع المسيح معطرة بالحب والفرح والسلام وتختبر حضور الرب في حياتك وفي بيتك ايضا في هاي الفترة احنا في حملة عم منشجع الناس تشاهد حلقات عيد الميلاد وعم نحط مقتطفات وكل هذه المقتطفات مصورة في المواقع الكتابية في الحدث نفسه فيها معلومات تاريخية معلومات جغرافية فيها معلومات عن الخلفيات الحاضرية الظروف المحيطة في ايام المسيح مين كان الشخصيات والادوار اللي لعبت الدور ولسيما في ايام ولادة يسوع المسيح والغرض من هاي الحملة طبعا احنا بنعرف انه في كتير عنا احباء ومشاهدين اول شي بدنا نشجعك انك تشاهد هذه الحلقات لانه فيها رسائل مباركة وفيها معلومات جدا ثمينة شيء تاني في هذه الموضوعات بشكل عام داما فيها رسائل خلاصية اللي بتهم حياتك بتهم مصيرك وبتهم ايضا ابديتك وايضا احنا بنشجع كل المشتركين معنا وهون انا بحب اشجع اكبر عدد ممكن يعمل لايك او اذا عندك اصدقاء اتشاركهم حتى يعملوا لايك وعاوزين نحصي العدد لانه حابين نقوم في دراسات وهي الدراسات اللي هي يكون بشكل بتسلسل وانشاء الرب يعني تكون موضوعات كلها اللي بت فيها فايدة روحية وبتهم حياتك وبتهم مصيرتك وطبعا حسب المنطقة ومن اي مكان في دراسات موضوعات تبتدي مثلا بموضوعات معينة اذا بتحب دراسات اعمق وتلمزة ومساعدة روحية هذا الغرض كمان من الحملة وكمان منشجع انك تعمل شير يعني اعملها زي كامبين اليك انت انك تشارك اكبر عدد ممكن من اللي انت بتشاركهم على صفحتك كمان بحيس انه نحصي العدد ونبتدي بهذه الدراسات انشاء الرب في السنة الجديدة واللي بهمنا انه يكون الفايدة اتعم المجتمع الاكبر ونعرف اكتر عن يسوع المسيح ننمو في المعرفة وايضا ننمو في السلوك الروحي ونضوج الروحي في حياتنا وفي كل شيء منعمله نرضي الله شيء اخر احنا في اخر الايام والكتاب المقدس بعلمنا انه نكون مستعدين في كل وقت ومشان هيك اللي بهمنا قداستك وحياتك الروحية واهتمامك الروحية وعاوزين هذا الفتور يتزال وعاوزين معرفة مجد الله تملأ كل وجه الارض فمن خلال هاي الدراسات فيها دراسات مواضيع متعددة وفيها رسائل خلاصية اللي بتهم حياتك ومصيرك الابدي وفيها رسائل تشجعية اللي بتخليك تبنى داخليا تتشجع بالرجاء ويكون في داخلك محبة وفرح وسلام وتتقوى بالروح فمنشجعكو انه تشاركو في هذه الحملة واذا عندك سؤال كمان انشاء الرب في السنة الجديدة كمان رح نعمل يوم اللي يكون خط مفتوح لكل الناس اللي عندها اسئلة كتابية ورح نرتب موعيد اللي نرد على كل التساؤلات ففيها نمو فيها بركة لحياتك فشجع الاخرين على هذا الموضوع لانه في نهاية هذا العام عاوزين نحصل عدد بحيث انه نقوم بهذه الدراسات اليومية ربنا يباركك وبصلي ربنا يحافظ عليك ويحميك انت واسرتك وبصلي تعويض اله في السن القادمي واسترداد كل مسلوب وبصلي اذا في اي شخص ما زلت متردد في ايمانك بالمسيح انا بدعوك الان تقول لي يا رب انا بدعوك تكون ربي ومخلصي كل من يدعو باسم الرب يسوع يخلص فاذا قل له يا رب خلصني واذا انت بتعنيها من قلبك ومحتاج لمساعد رحية تواصل معنا ربنا يباركك ويبارك بيتك واسرتك ايضا ترجمة نانسي قنقر